بسرعة دراماتيكية تتقدم القوات الموالية للحكومة من جنوب الحديدة باتجاه ميناء المدينة وسواحلها مصادر عسكرية قالت إن القوات سيطرت على مديرية الدريهمي بالكامل وباتت على بعد 18 كيلو متر من ميناء المحافظة والصحيح يعني في بعض من المعارك في بعض من الأحداث حصلت تراجعات هذا شيء يحصل عادة في الحروب ويحصل الكر والفر وتحصل أحيانا حالة من التراجع في بعض المناطق نتيجة لعوامل موضوعية هذا زعيم الحوثيين يعترف بتقهقر ميليشياته ويحاول احتواء الضربة بالحديث عن أسباب موضوعية لخسارتهم شريطا واسعا من المواقع العسكرية والمدنية في مدينة الحديدة قالت مصادر إعلامية إن الميليشية أعلنت حالة النفير الأمني وشنت حملة واسعة لترقب واعتقال من تصفهم بالمرجفين وذلك تحسبا لأي نفير شعبي ضدهم أو تحركات لمناصرة القوات المشتركة حال قربها من المدينة التهاوي السريع لميليشي الحوثي وتقدم القوات الموالية للحكومة بهذه السرعة يطرح تساؤلا موضوعيا على الطاولة ما إذا كان هناك ضوء دولي أخضر لتحرير الحديدة بعد أن ظلت خطا أحمر من قبل الدول الكبرى طوال الفترة الماضية ثم ما هي طبيعة هذا الاتفاق؟ وهل يشمل العاصمة صنعاء ومدينة تعز؟ أم أنه يتركز فقط على الشريط الساحلي؟ الحديدة وميناؤها يعدان شريان حياة بالنسبة لميليشيا الحوثي وخسارتهم لها ستغير حتما من ميزان المعركة ككل فهل أصبح الحوثيون يشعرون بقرب انتهاء المسرحية الدولية؟ تصريحات وزير الخارجية خالد اليماني قبل أيام حول موافقة الحوثيين على تسليم السلاح قد تكون لها علاقة بالوضع العسكري على الأرض وربما بمعلومات لدى الحوثيين أن المجتمع الدولي أعطى الضوء للتحالف لاستلام الساحر الغربي بأكمله موقع الحكومة الشرعية من هذه الترتيبات لا يبدو في العمق فالمؤشرات تقول إنها ترتيبات بين الدول الكبرى والتحالف العربي فإن ستكون الشرعية من كل ذلك خاصة وأن القوات التي تخذ هذه المعارك مرتبطة بشخصيات ليس لها علاقة مباشرة بالحكومة الشرعية الأمر الذي يثير مخاوف الكثيرين حول مستقبل مدينة الحديدة ما بعد التحرير